موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم معي عزيزي المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من برنامج صباح الحياة الحقيقة أنا هدخل على طول في فقرة صحتنا في معلومة عن إزاي أخاسس منطقة البطن بطريقة طبيعية وخصوصا للنساء اللي هم اللواتي يعني عندهم مشكلة يعني في زيادة البطن بس وعايزين يخسسوها طيب هو إحنا هنتكلم تحديدا النهاردة عن وصفة جميلة جدا وصفة سهلة ممكن تتعامل في البيت بس هزي نوضح بعض النقاط أولا نمتنى عن المخبوزات وخصوصا بالليل يا جماعة طيب نمتنى عن أكل الجبنة بأنواحها بالليل برضو بالليل الجبنة بتنزل في الأرداف يعني بتتخزن بالبلد في الأرداف فتلاقي حد اللي بتاكل جبنة بالليل ما تجيش تقول أنا عندي زيادة في الأرداف والجوانب ومش عارفة خصص ومع ما خصص ما بخصش بتاكل إيه بالليل تقول لك جبنة الجبن بجميع أنواعها بتخزن في دهن أو في المكان اللي هو الأرداف طيب بالنسبة للبطن المخبوزات أي حاجة فيها ديء وخميرة من الحاجات اللي بتزود وزن البطن طيب يعني بعض الممنوعات كده كنا بنتكلم فيها على سريع طيب إحنا ليه عايزين نخصص المنطقة دي؟ منطقة دي لو الدهون زيادة فيها تعمل لنا مشاكل في الأعضاء الداخلية زي الكبد والمعدة والبنكرياس كل الأعضاء المهمة جدا والقولون والكلام ده كله عندنا في البطن لازم يشتغل وهو مرتاح وهو مرتاح يعني ما تبقاش دهون عليه تسبب ألم أو أزالي الأعضاء المختلفة عشان تشتغل بحرية لازم المنطقة دي تخص طيب الطبيعي إن هي إيه؟ فيها دهون فيها نسبة بسيطة منطقة البطن ولكن لما تزيد النسبة غلط من المفروض تبقى العضلات بس هي اللي موجودة في هذه المنطقة أول ما تيجي الدهون يبقى ده مكان غلط تكونت في الدهون لازم تنزل البشرة الجميلة والحلوة يعني إنه دهون البطن بتنزل أسرع من الأرداف بس إحنا طبعاً للحلقة اللي فاتت تتكلمنا زي نخسس أو منطقة الأرداف زي إن إحنا نشتغل عليها بالطرق الطبيعية هنتكلم بقى وندخل على طول في الموضوع ونتكلم أول حاجة خالص عن فوايد المختلفة فيه أربع مكونات هنستخدمهم معنا قابليهم قبل ما نقول حاجة لازم التفاحة الخضرة تفاحة صبح أو نص تفاحة لإن دي لازم تتخذ عريقة التفاحة دي للي عنده قرحة في المعدة للي عنده مشاكل في الهضم لازم نبدأ بيها قبل الوصفة اللي هقول عليها طيب هنتكلم على طول على التوم المجفف إيه فايدة التوم المجفف؟ التوم المجفف من الحاجات اللي بتحافظ على الضغط يعني هو التوم أصلا معروف إنه بيوطي الضغط شوية طيب يبقى الوصفة دي تنفع للمرضى اللي عندهم ضغط كمان يعني مش هيتأثر أو هي هتتأثر بنزول منطقة البطن فيحصل مشكلة في الضغط ده من الحاجات اللي بتزبط الضغط أو بتوطي شوية بتخليه منخفض نوعا ما تاني حاجة التوم المجفف في يدته بيزود المناعة فحضرتك لو جبتي معلقة من المقونات اللي هنقول عليها كل حاجة معلقة 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 من الحاجات اللي هنكلم عليها وشربتيها أو حطتيها على السلطة أو على مية بعد التفاحة الخضرة خلاص زي الفل جدا طيب يبقى التوم في يدته بينقص الإنسولين في الجسم وبيزود المناعة وكمان بيزود الحر لأن طيب إيه فكرة الإنسولين الإنسولين لما بيعلى في الجسم بتلاقي الجسم كله ككل كل إيه جسم خد وزن زيادة وظهر الدهون في البطن وفي الأرداف وفي كل مكان لما الإنسولين بيقل عندنا ده مفيد جدا جدا ده بيساعدنا إن إحنا المقونات اللي أنا هتكمل عليها دي هتكلم لسه فيها دي حاجات كلها بتخفض الإنسولين إذن فيه خساسان وخصوصا في منطقة البطن تاني حاجة القرفة القرفة من الحاجات اللي بتعلي معدل الحرق جدا في منطقة البطن وفي الجسم ككل طيب تالت حاجة عندنا بنتكلم فيها بسرعة الفلفل الأبيض طيب حتة الفلفل الأبيض ليه ليه مش الفلفل الأصمر حضراتكم لو رحتوا عند العطار في الفلفل الأبيض هتلاقوا نفسي فكرة الأصمر بالضبط بودر برضو بس لونه أبيض كده زي ما حضراتكم شايفينه في سطورة الفلفل ده أو تحديدا من الفلفل الأبيض من المنتجات اللي بتعمل حرق الدهون اللي حوالين السرة تحديدا المنطقة اللي بتبقى قبة شوية لبرة دي دي لما يعني من الحاجات اللي هي بتساعد طيب اللي عنده مشكلة في الهضم والكلام ده أنا وضحت أنه ممكن ياخد طفاحة قبليها لأن الحاجات دي شوية من الحاجات شوية اللي ممكن تسبب يعني تهيج للغشاء المخاطي بس مش بدرجة كبيرة أكتر حاجة هتحصل يعني أن أنت لو عندك مشكلة قوي أنت بتجرب يعني إحنا بنقولي الوصفات دلوقتي أنت تجمحها على بعضيها وهتشتغل عليها وتبعتولي وتقولولي الدنيا عاملت إيه معاكم بعد الوصفات طيب رقم أربعة عندنا الكوركم كوركم من الحاجات اللي بتزود معدلات الحرق في الجسم كوركم من الحاجات الجميلة جدا اللي هي مضادات للأجسادة اللي الناس كلها بتستخدمها في الراحة وفي الجاية على الرز على أي منتجات أي حاجة على الطبيق الناس كلها دلوقتي بتستخدم الكوركم أو متجهة للكوركم واستخدامه من الحاجات الجميلة جدا إذن المكونات اللي أنا قلت عليها لو حتناها على سلطة أو حتى طبق أو سوري كباية فيها ميا ودوبتها كلها على بعضيها وشربتها بعد التفاح اللي قلت عليها إن شاء الله بإذن الله مع الوقت زائد إن إحنا هنمنع كمان المخبوزات بالليل حاجات اللي فيها دي أبيض وخميرة خلاص طيب الوصفة التانية بقى ده الصبح قبل الفطار طيب قبل النوم بقى في حاجة فيه الأناناس الأناناس من الحاجات اللي بتنظف القولون بتختله غسيل وبتنظفه تنظيف بمعنى الكلمة الأناناس لو أنا هاكله بالليل وحطيت عليه شوية لمون بينظف القولون اللي هو أصلاً بيكون منفوخ سبب الكرش وسبب الدهون بتاعة البطن إن القولون نفسه بيبقى مضطرب وفي مشاكل وفي انتفاخات وفي غزات وفي معرفش إيه فده اللي بيعمل يخلي البطن شوية إيه يعمل الكرش أو يعمل الشكل الغير مروف فيه للبطن إذن إحنا عايزين ننظف القولون طب اشمعنا قبل النوم قبل النوم لإنك هتبقى واكل مثلاً من ساعتين فبعد ساعتين هتاكل الأناناس خلاص بس انت ضامن إن شاء الله بإذن الله الناس ضامنة إن مش هتاكل حاجة تانية يعني مثلاً نفسك ما تتفتحش على مكارونا بشامل بالليل بعد الأناناس مثلاً وعايز تخسس البطن أو أي حاجة يعني طبعاً أنا بقولي الحاجة في إطار كده عشان تفهموني خلاص كده دلوقتي ده كان بالنسبة لفقرة صحتنا في معلومة قبل ما نطلع فاصل عايز أقول حاجة بس نظراً للحاح الشديد من سادة المشاهدين والمشاهدات اعملي فيسبوك لازم البرنامج يبقى له فيسبوك أنا عملت فيسبوك يا جماعة واللينك هتلاقوه على الشاشة عشان خاطر حضراتكم فأنا لولا كده ما كنتش عملت يعني للبرنامج ونطلع فاصل وارجع لحضراتكم تانية فكرة لبعد كده